ألغت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الرسوم الإضافية المفروضة على حجز التذاكر إلكترونيا في ثلاثة عفوا من دور السينما بإمارة دبي بعد ورود شكوى في صحيفة التواصل الاجتماعي الخاصة بخماية المستهلك مفادها احتساب رسوم إضافية بدرهمين أو ثلاث دراهم لقاء حجز التذاكر السينما إلكترونيا وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي أنه عقد أربعة اجتماعات بحضور ممثلي دور السينما في إمارة دبي الذين تعاونوا بشكل إيجابي ومتفهم وقاموا بإلغاء تلك الرسوم